السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم موجودا في الدرس 110 مع كلمة انجليزية مهمة كلمة brief سوف نتعلم استخدامات كلمة brief في جمال وأهم المرادفات فقط في دقيقة أما الآن اضغط على الإعجاب واشترك في القناة حتى تحصل على جميع دروس مباشرة حين نشرها كلمة brief تأتي بمعنى نبذة موجز مختصر brief كررها خمس ورات بصوت مرتفع حتى تتقنها brief مثال أول على كلمة brief there was a brief pause there was a brief pause كان هناك وقفة قصيرة there was a brief pause خلنا أخذ مثال ثاني the brief visit the brief visit left no time for discovery and inquiry and inquiry the brief visit left no time for discovery and inquiry لم تترك الزيارة القصيرة أي وقت discovery للاستكشاف and inquiry والاستفسار the brief visit الزيارة القصيرة left no time left no time لم تترك أي وقت for للاستكشاف or inquiry الاستفسار discovery inquiry discovery inquiry ممتاز أهم مرادفات كلمة brief brief summarize 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 موجز short قصير flying وجيز compact compact موجز summarize short flying compact أحفظ هذه المرادفات والفظها بصوت عالي حتى تتقنها باللفظ الصحيح summarize short flying compact أما الآن أضع كلمة brief في جملة استخدم كلمة brief في جملة واكتبها بالتعليق إذن شكرا لكم على المتابعة انتظرنا في الحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا كلمة balance balance سوف نشرحها بالتفصيل وانتظرنا كل يوم بسبب مع مراجع واختبار لكل عشر دروس سابقة مضت علينا إذن اشتركوا الآن فعلوا زر الجرس حتى تحصلوا على جميع دروس مباشرة حين نشرها سوف تحصلون على إشعار حين النشر إذن شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء قريبا